اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفعلا في نظرية مؤامرة كده تتكلم عن أنه هو الآن بدايات العصر الجليدي وأن الشمال حيبدأ يتدمر يعني هيصير كله ثلج الآن وجليد فبالتالي محتاجين الجنوب الجنوب يعني وين الآن فالشمال حيطغى على الجنوب فكل أمريكا وكندا والدول والمكسيك من الأحضار حينزلون تحت فوين حينزلون حيطرون ينزلون على مثلا حتى أوروبا بالشمال كده حتنزل تاعد فوين تنزل تنزل على الشرق الأوسط كده أوسط وآسيا مليارين يعني خلاص نموت منهم مليارين ثلاثة كده نفتك منهم يعني هل هذا وارد مش ترى أنا ما أدري يمكن هذا يمكن وارد يعني كده هل هي نظرية مؤامرة أيضا كده لك تتكلم عن أنه هو الآن في فكرة لتخفيف البشرية فتعال خنقت المجموعة كبيرة منهم وحيبين البروتين سبايك اللي هو يعني آثار اللقاحات كده حتبدأ تبين مع سبتمبر ومع أكتوبر فإحنا في الحقيقة حتى عندنا أصحاب طب تلقحوا أهل وكذا طب كيف حنقدر نساعدهم ونكون إحنا معهم كده أو العكس ممكن لا والله اللي ما تلقحوا هم اللي حيضررون كثير وحيموتون بالملايين وكذا لأنه حيقتحمهم الفيروس هذا اللي مدري من ينطلع يعني في التاريخ وصار الحن فأيضا الجماعة اللي تلقح لازم ينقضون أخوانهم طب هم هذا ولا أخوانهم وأهلهم وكذا فإحنا كلنا بسفينة واحدة فإحنا مع بعض في هذا أو ما هيحصل كل هذا بس إحنا هندخل فيه لعبة جديدة الآن لعبة المناخ ولعبة فضائية لعبة ما عرف شيء طيب هذا كله تأثير على حياتنا وكذا في ناس ضاع من حياتها كثير الآن يعني في ناس راح من حياتهم ساكين عشر عشرين سنة بسبب صحوة ولا قدروا يطلعون ولا يسافرون ولا يسوون ولا يختارون ولا كذا واحدة تزوجت خصبا عنها ومعرفش إيش وواحد مدريش كذا اضطر أنه يضيع من حياته وكان حتى وده يعزف وكان بداياته عزف بعدين بطل وقعد وغاب 15 عشرين سنة وبعدين يالحين ضاعت من حياته الآن سنتين كذلك لا وقعد ويعني وما يندرى بعد أمام فهذه كلها احتمالات سيئة في احتمالات جيدة اللي هو تكون أنت مستعد لها فهذه الفكرة الفكرة أنت ما تكون واضح الهدف ويكون عندك الغرض واضح وكذا يتآمر الكون لك مش عليك يعني يقول في الآية القرآنية وَلَقَدْ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ وواو شوف الوصفة شون غريب يعني لأن في اللغة العربية ما تقول هذا الكلام هذا ما تقول قلبوا لك ما تقول قلبوا عليك يعني كنت تقلب الشيء على ما تقلب له ما يصير بس القرآن بليغ يعني إنه القصد وَلَقَدْ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ قصد إنه هو الأمور تنقلب لك معنها يقعد تتقلب يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حزرة ثم يغلبون الذين كفروا بإيش كفروا بالمنهج كفروا بالحياة كفروا بحقك كفروا بحقوق الناس في الدنيا ينفقون أموالهم ليصدوا سبيل الله يعني إيش الطريق القوانين الحياة اللي الله خلقها لك كل هذه كلها تسمى سبيل الله سبيل الله مو دعوة سلفية ولا أخوانية ولا تبلغية ولا معرفش إيش ولك سبيل الله مثل القوانين مثل ما يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة طيب أيش ذكري؟ وحد يقول القرآن وحد يقول السنة أكيد أن القرآن هو ذكر وكيد أنه منهج قويم بس وإحنا هالكلام ما تجد فسرة بحل السطحية فقط لما تبتعني معاني القرآن مع القرآن قد يطبقها نرويجي معاني القرآن قد يطبقها إيرلندي مع إيرلندا طلعت أكثر ناس يطبقون القرآن الكريم في العالم الدول العربية طلعت أول دولة طلعت مدري كم ماليزيا طلعت الدول الخليج طلعت بفوق الإمية ما يطبقون القرآن قرآن خلوق كذا ومن أعرض عن ذكري فإن له من لعايش معيشة ضنكة اليوم المسلمين والعرب هم اللي عايشين معيشة ضنكة طيب أكيد معنات أنهم معرضين عن ذكري صح ولا لا وإذ أولاد الجماعة اليوم بذكره من كذا هم يعيشون مش حياة فلازم تفهم القرآن صح لم تفهم المعاني هذه الصح فيذلك يقول أن الذين كفروا ينفقون أمالهم يعني كفروا بالمنهة كفروا بحقك كفروا بحق البشرية كفروا بحقوق الناس كفروا بقانون الدنيا ينفقون أمال ليصدوا عن سبيل سبيل الله والطريق الصحيح والطريق قويم وطريق الابتهاج وطريق الاستمتاع في الحياة والطريق الحياة ذات المعنى الحياة ذات الرسالة ليصدوا عن سبيل فسينفقونا رح ينفقون رح ينفقون مليارات مليارات ثم تكون عليهم حسرة يعني حسافة والله كلها اللي انفقنا وطلعونا مدرد اليوم جماعة ناضية المؤامرة ولا جماعة مدرجون وذول ضد التطعيمات ولا جماعة مدرجون يعني ثم تكونوا عاملين ثم يغلبون واو شنال خلاص انت بعد هالآية هذه ما تبقى بشارات صح ولا لأ بس كافيك خلاص انت خلالي هذه وروح عيش فيها بس انتهى موضوع يعني ليش لأنه إذا كنت بس إيش أنت تكون من الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني معناتها عندهم إيمان عندهم عمل فإذن الهدف مسألة كثير واضحة هدف قلنا التنقل هدف الإقامة هدف العمل هدف الصحة هدف البيئة هذه كلها حقك حقك فيك وضوح الهدف مسألة كثير مهم طيب اليوم حندخل في المسألة الثانية اللي هي إيش النية صفيلي النية بله شوي كذا وافتعال خنسويها بطريقة يعني صاح اتكلم عن ست أربع محاور رئيسية أول شيء النية لازم تكون محددة كنت تكلمنا عن وضوح كون محددة انت بالهدف كتبت كتبت أنه الهدف هو مسار الحرية أوكي وأعلنت أعلنت إيش شاركت في هاشتاغ مسار الحرية واليوم أبيك كذلك وبكرة تشارك شارك في هاشتاغ مسار الحرية قول النية كذا أن ند أدعم ومن وأدعم وأصنع مسار الحرية قول مثلا نيتي أن أصنع مسار الحرية نيتي أن أدعم مسار الحرية قول اللي تقولها بس المهم خليك كوننكتد مع مسار الحرية هذا في الهدف تعال خنشوف النية النية مسألة كثير مهمة لأن الأعمال ما تتحقق إلا بالنوايا ذاك في الحديث إنما الأعمال بالنيات شو يعني يعني الأعمال بالنيات يعني من المعاني العميقة للحديث إنه هو كل الأعمال اللي أنت تشوفها الآن في الدنيا هي في الحقيقة بدأت من إيش بدأت من نوايا فكأنك تقول إنما تحقيق الأعمال التي نراها إنما يأتي بإيش بالنية يعني يتحقق بالنية فالنية هي إيش هي العزيمة يعني أنت عندك أمنية في الداخل عندك رغبة في الداخل لكن الآن عزمت عليها خلاص عزمت يعني تحركت نطق به اللسان واستقر في القلب وسعت له الجوارح هذه نية هذه الآن بدأت تصبح نية لم تعد رغبة فقط لم تعد أمنية وهم كلهم جميلين أنت تبدأ بأمنية تبدأ برغبة بس تبدأ تحولها الآن إلى نتائج معناها ترغب أن أحولها إلى نية نية أيش طيب هم هذه تبدأ تكون فيها واضح أوكي فأنت أنوي مسار الحرية اللي هو أيش بالنسبة لك مسار الحرية يمنحني حرية التنقل يمنحني حرية العمل يمنحني حرية الخيارات الصحية يمنحني حرية الإقامة في أي مكان أبي في العالم يمنحني حرية البيئة التي أبي عيش فيها والناس اللي حولي وكذا أنت من حقك الطلب ويمنحني حرية الوفرة أن نعيش حياة وفيرة وليست ضائقة إذن أنت حددت النية يش تحسن أنك تكتبها؟ يعني أو ترسمها أو كذا بسمونه عشان تصير connected فصارت النية وذكر نفسك لين تثبت إذا ثبتت خلاص ما تحتاج عاد كل ساعة تكتبها وكل ساعة تكررها وتتلفظها أكفي البدايات ربما تحتاج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر